اشتركوا في القناة وعشرة دولة مشاركة في البطولة حيث جاء فرسان الامارات في المركز الاول وقاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الجواد الغالي في السباق بمشاركة الفريق الملكي للقدرة والعديد من فرسان مختلف دول العالم واضح سمو الشيخ ناصر بن حمد ان هذا الانجاز ثمرة رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه لرياضة القدرة التي كانت وما زالت تسير على طريق الانجازات في المشاركات الخارجية مشيرا سموه الى ان هذه الرعاية الملكية من جلالة الملك المفدة حفظه الله ساهمت بتحقيق الفريق الملكي المركز الثاني في الترتيب العام ورفع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المهجس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية قائد الفريق الملكي للقدرة خالص التهاني الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والى صاحب السموه الملكي الامير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد بمناسبة نجاح البطولة الدولية على كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتي اقيمت في محافظة العلا بمشاركة العديد من فرسان العالم كما اكد سموه الشيخ ناصر بن حمد ان حصول الفريق الملكي للقدرة على المركز الثاني سيساهم بمواصلة تحقيق الانجازات في البطولات العالمية الكبرى خصوصا ان كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة شهد مشاركة عالمية واسعة مشيدا سموه بجهود عضاء الفريق الملكي واوضح سموه ان هذه المشاركة تأكيد على التواجد البحرني في مختلف السباقات العالمية مبديا سموه فخره واعتزازه بالمشاركة في كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قائد الامة الاسلامية وقال سموه ان السباق شهد تنافسا قويا بين كافة الفرسان في دلالة واضحة بان المشاركة جاءت مميزة من مختلف الفرسان المميزين والذين يمتلكون امكانات عالية واشار سموه ان التنظيم المثالي للبطولة يؤكد القدرات العالية والكفاءات المميزة التي يمتلكها الاتحاد السعودي للفروسية والذي كان الجهة المنظمة للسباق بالتعاون مع الاتحاد الدولي للقدرة مؤكدا سموه ان التنظيم الرائع للسباق يعتبر باكورة لاستضافة بطولات عالمية كبرى في الفترة الماضية كما قدم سموه كل الشكر والتقدير الى اللجنة المنظمة العليا للسباق على حفاوة الاستقبال والضيافة هذا والتقى سموه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة صاحب السموه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السموه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي كما التقى سموه صاحب السموه الملكي الامير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود امير منطقة المدينة المنورة حيث تبدل سموه الحديث مع الامير فيصل بن سلمان حول منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة ومدى اعجاب الجميع بالمستوى التنظيمي الذي شهدته المملكة العربية السعودية للسباق وتأكيدها على تحقيق العلامة الكاملة في التنظيم يذكر ان السباق قد انطلق في ساعة مبكرة من الصباح بمشاركة واسعة من الفرسان والذين يمثلون 12 دولة من دول العالم